السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم كويزين عزيزة الحمزاوية اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بيزات صغر فرضين كيجو رائعين راقيين زوينين شكلا ولدادين مضاقل مهم تقدموهم الضيوف او في المناسبات او تقدموهم ولداتكم علش الله مهم بالنسبة للعجين ما كياخد له وقت له مجهود ضغيك يوجد بالنسبة للحشوه فكت جيل لديدة لديدة بزات مهم ما نطور شريكم خليكم مع المقادر اول حاجة غادي نبدأ بيها هي الحشوه هنا عندي بصلة متوسطة قطعتها هكا مربعة صغار ضفت لها شوية ديال سيت وشوية ديال ابزار سفي غادي نخليها تشحر شوية من بعد ما تشحرت لنا البصلة غنضيف لها الفلفلة الوان كيف ما كتلاحظوا معها يقطعتها مربعات مهم عندي وحدة فلفلة وحدة حمرة ووحدة خضرة صفي بالنسبة للفلفلة ما نخلوها شطيب بزاف غير يدخلها الطياب وصفي باش جينا بينا في البيزا صفي هنا غنضيف لها الكفتة هنا عندي رابعة مهم تقدروا تضيفوا طريفة ديال الجاج او تقدروا تضيفوا الطون مهم على حسب الاختيار ديالكم صفي غادي نخليها الطيب بدورها صفي هنا من بعد ما دخلها الطياب غادي نضيف لها شوية ديال الملحة وغادي نضيف معلقة كبيرة ديال الصوجة غادي نخلط مزيان كيف ما كتلاحظوا معها صراحة الحشوار كتجي لديدة بزاف ما فيهاش قوة العطرية كتجي بنينة بزاف من بعد ما طابت الحشوار غادي نضيف غادي نضيف لها معلقة ديال الصلصة الطماطم صفي غادي نبقى نخلط هاكم زيان المهم كيف كتليكم ما كندهنش البيتزاب بالصلصة لحقاش كنديرها هنا مع الحشوار كتجي لديدة بزاف مهم جربوا ها الطريقة كتجي زوينة وساهلة المهم ممكن نضيفوا لها شوية ديال الزعتر انا نسيتو هادي نضيفوا حتى الاخير بالنسبة المقادر الخالط فغادي نحتاجو جبيضات بدرجة حرارة المطبخ ربع كأس ماء دافي كأس ديال الحليب بالنسبة الحليب يكون دافي قريب السخونية نصف كأس زيت زيتون ياغور طبيعي غادي نحتاج ميتين وخمسين جرام دقيق كيس خميرة كيميائية معلقة كبيرة سكر قدي نحتاج معلقة صغيرة خميرة الخبز شوية ديال الابزار وغادي نحتاج شوية ديال الملحة بالنسبة للملحة والابزار كيبقوا على حساب الضوء دوزل الطريقة قدي ناخد الماء دافي غا نضيف لها محلقة صغيرة خميرة الخبز ومحلقة كبيرة سكر صفي غادي نخلطهم زيال وغادي نخليهم يتفاعلوا غادي ناخد البيض غا نضيف ليه ياغورط طبيعي غادي نضيف الملح والابزار غادي نخلط الكل مزيان مزيان صفي من بعد ما خلطهم فغادي نبت نضيف زيت زيتون المهم اللي ما كيتوفرش على زيت زيتون يقدر اه تعودوا بزيت نباتية صفي غا نضيف الحليب كيف ما كتلاحظو اه كتلكم الحليب اه كون دافي قرب السخونية كيف ما كتلاحظو را طالع منه البوخر ولكن ما طيبش بالزاف غا دافي قرب السخونية صفي غادي نخلط مزيان وغادي نضيف الخميرة اه اللي اضفت لها السكر كيف ما كتلاحظو تفاعلات غادي نضيفها وغادي نخلط مزيان صفي غا نضيف دقيق بالتدريج فبالنسبة لدقيق فكفاني مئة وخمسين قرام صفي غادي نضيف دقيق كله وغادي نضيف مزيان غادي نضيف في كيس خميرة كيميائية غادي نغرب لها باش مية بقوش تكل حوبيبات او الكويرات ها وغادي نخلط الكوره مزيان مزيان فكما كتلاحظو فتيكون الخالط شوية دقيل تقريبا عن نفس الطريقة اللي كنديرو الكيكا غي هو كيكون شوية الخالط دقيل صفي غدي نخلي واحد دقيقة يخمر موهي ماشي بزاف غي دقيقة بدمة وجهة ليمول صفي هنا خليت الخالط اختامر شوية قدي ندهن ليمول بالزبدة مهم انا دهنتهم بزبدة التوريق ما غديش نضيف ليهم دقيق الى دهنتهم بزبدة الهدية او بالزيت فرشوهم بالدقيق صفي من بعد ما كملت غندوز نعمر فيهم مباشرة بالنسبة للعاجين او الخالط ما نحركوش نخلو كيفما هو ومدو نعمروا ومتعمروا مش بزاف لحقاش مني كندخلو من الفران كي زيدو يتنفهو بالنسبة لهد الخالط فكيف ما كتلاحظو معايا ساهل ضغيك يوجد بحالك نحضروا الكيكا غير هو طريقة مختلفة شوية صفي غدي نكملهم كاملين وغدي ندخلهم للفران طيبو مهم نقصو عليهم الفرن بحقاش ضغيك يوجدو صفي ارجع لكم باش نعمرهم من بعد ما طابو فكيفما كتلاحظو هايا تكون هدو شكل ديالهم صراحة ركت شي لديدة لديدة بزاف كنت منا تجربوها وحد الماضاق وعلى ارواح صفي دبا غدي ندوز باش نعمره وبالنسبة لهد الحشوة فحتى هيك تجيل ديدة بزاف مهم تقدرو تعوضو الكفتاء بطريفات ديال الجاج او تقدرو تعمروهم بالطون وتقدرو تدرو غلف الفلاهاكة والفرماج والزيتون مهم بالنسبة للسلسة كيفما كتلاحظو معايا فما كنديرهاش لحقاش درتها مع الخالط كيفما شفتو معايا صفي غدي نعمرهم كاملين كاملين صفي من بعد رشيتون بشوية ديال الزعتر كيفما كتلاحظو معايا الحقاش نسيت ما درتوش في الاول مع الحشوة خليتو تلدابو رشيتون ملفو صفي غدي نعمر دا نضيف ليوم هكا الفرماج الحمر محكوك تقدرو تعوضو الفرماج الحمر بالموت زاريلا زاريلا صفي من بعد ما كملتهم ارجعهم الفرن غيم الفوقي ارجعهم لا تخلوهم شي تحمروا بزر حيث اصلا طيبين هذا هو الشكل نهائي كيفما كتلاحظو معايا كتجي رائعا شكلا ومداقا كتجي لديدة لديدة بزر كنتمنى تجربوها را ما كتاخدش وقت او مجهود كيفما لاحظو معايا ومقادر بساطة المهم اللي جربت الوصفة وعجباتها تخلي لي تعليق المهم بغيت نشكر لبنات اللي تفاعلوا مع الفيديو ديال الكيكات الفرديين بغيت نشكركم بزر على التعاليق وعلى اللايكات اللي خليتوا لي ومبقى لي خليت لكم الراحة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة